اشتركوا في القناة بيروت سيتي على فيسبوك اذكر كما في بداية كل حلقة ان كل ما سيرد على لسان ضيوفي هو على مسؤوليتهم الشخصية ولا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد ضيفي في حلقة الليلة هو الاستاذ نوفى الضو مساء الخير مساء النور اساس اهلا وسهلا فيك ننطلق مع اول سؤال سؤال محرج بالشخصي بالشخصي كل الناس معتبرتك قوات والقوات رافضينك وعليك بلايك ليست بمعراب ليه اولا معتبريني قوات انا كنت لغاية سنة الالفين وسبعة منتسب الى التنظيم القواتي بالالفين وسبعة فتركت بملء ارادتي باني انا قدمت استيقالتي وفل ليت انا ملء ارادتك بين هلالا لا لا بملء ارادتي ابدا ابدا ولا شوي يعني ما حدا طلب مني اني فل ولا حدا احرجني انا عمليان كان عندي تحفظ على طريقة ادارة الموضوع الاعلامي وعلى هذا الاساس قدمت استيقالتي وتركت بكل واصلا واستمرت على علاقة يعني ما انقطعت العلاقة بوقت هلأ بيحطوني على البلاكليست يحطوا على البلاكليست يعني مش هادي الشغلة اللي بتقدم وبتأخر الحياة السياسية بالبلد منه يعني هادي اسوأ ما يمكن ان يكون انه فريق سياسي يحط شخص يتعطى الشأن العام على البلاكليست انه لا بس هو ما بيزهجك انك انت وين ما بتروح عسبينك على القوات ولما يردوا عليك بيردوا عليك كقواتي ولما بدون يهجموك بيهجموك كقواتي وبالنتيج القوات مش شايفينك ولا ما اعتبرين يعني اولا هني شايفيني لانه هني عم بيهجموني ولو مش شايفيني بالحقيقة ما جانوا بيهجموني بس على الحالتين برجع بيلك شغلة الحياة السياسية منه هيك حياة سياسية مش مش الغاء الناس ولا عدم اعتبارهم وعدم الاخذ بعين الاعتبار وجهة نظرهم ايا يكون هالفريق قد ما يكون كبير بيضل بحاجة لوجهات نظر آخرين ليش زعلوا منك الواضح زعلوا يعني كانت اذا بدك شبه القطيعة هي موضوع انتخاب مش العون يعني انا لغاية لغاية ما قبل انتخاب العماد عون كنت على اتفاق معراب طبعا طبعا بالحد الادنى يعني كنت عمشوف الدكتور جعجع بين فترة وتاني وإلى ما هنالك طبعا من موقع مختلف يعني من موقع الاختلاف بوجهات النظر ولكن اذا بدك الشغلة الكبرى كانت باتفاق معراب مش بيشقوا التصالح باتفاق معراب اللي له علاقة بانتخاب مش العون وقتا كسرت الجرى اذا بدك ننتقل الى اختيار محرج الاختيار الاول صواريخ القوات اللبنانية صواريخ حزب الله بالاول رح امشي على قاعدة البرنامج لما كنا عم بعطلك ايها وبنقي صواريخ القوات لانه كانت صواريخ سيادية لبنانية ولم تكن صواريخ اقليمية لها علاقة بمشروع اقليمي اتنين برجع بقلك طالما اخترت وريحتك بدي اقول انا بالوقت الحاضر ضد اي نوع من الصواريخ ومع صواريخ الجيش اللبناني فقط لانه ما فينا نكون عم نحكي بسيادة البلد وعم نحكي بفرقاء عم بيتنازعوا السيادة من الدولة اللبنانية اليوم شو ما كان تمن السلم بيكون ارخص بكتير من تمن الحرب شو ما كان التمن كبير لنوصل للسلم بيكون اقل بكتير من تمن الحرب يلي ممكن ندفعه وما بيجوز باي شكل من الاشكال نسمح ان اولادنا واحفادنا يعيشوا المرحلة اللي نحن عاشناه قلت بتفضل صواريخ القوات او سلاح القوات لانه سلاح سيادة بينما سلاح حزب الله هو سلاح مرتبط باقليمه كم مرة استعمل سلاح القوات بالداخل بينما لم نرى ولا مرة او على الاقل يعني كم مرة استعمل سلاح حزب الله بالداخل السلاح مش ضروري يتقوص فيه بالداخل بسبع ايار بالداخل بيتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية استعمل بالداخل بتشكيل الحكومات استعمل بالداخل ولكنه لم يستعمل كيف لم يستعمل لم يستعمل سبع أيار شو كانت؟ سبع أيار المرة الوحيدة أستيال الرئيس الحريري شو؟ مين قال أنه سلاح حزب الله؟ في حكم المحكمة الدولية في حكم بشخص مش بالحزب همسحة هذي يعني لأن المحكمة أستاذ ستوني لأن المحكمة أخذ قرار ألا تدين أشخاص ألا تدين كينات سياسية ولكن واضحة أنه بالحكم قالوا أنه أنا أقول أو أنت تقول واضحة المحكمة شو قالت؟ المحكمة قالت أنه هذا ينتسب سلاح القوات اللبنانية ستعمل مرات عديدة بالداخل يمكن أكتر ما ستعمل سياديا بينما سلاح حزب الله حتى وقت اللي ستعمل بالداخل ستعمل سياديا يعني ما ستعمل ما ستعمل سلاح القوات في مشروع إقليمي خارجي هذا اللي عم بقوله ستعمل بالداخل بحرب سمية حرب أهلية أو سمية حرب داخلية لما ستعمل ضد الأحرار عمل لك لما ستعمل ضد الاحباقة لما ستعمل ضد أمين جميل ولكن لم يستخدم بدك تناقش حسن استخدام سلاح القوات شيء وبدك تناقش هوية هذا السلاح ومشروعه شيء آخر مشروع القوات بكثير أوقات سلاح القوات بكثير أوقات استخدم لأسباب لها علاقة بالسلطة سواء على السلطة على مستوى المناطق المسيحية الشرقية أو على مستوى السلطة بالبلد بدون أدنى شك ولكن بمطلق الأحوال وبكل الأحوال لم يكن بأي يوم من الأيام سلاح القوات اللبنانية جزء من مشروع له علاقة بالمنطقة له علاقة سلاح القوات ولا مرة القوات اللبنانية راحوا آتلوا بسوريا ولا مرة آتلوا بالعراق ولا مرة آتلوا باليمن ولا مرة راحوا آتلوا بمطرح ما إلوا عليه قبل لبنان ولكن اتدربوا خارج لبنان اتدربوا بإسرائيل واتدربوا بالعراق ولكن ما اتدربوا لمصلحة إسرائيل والعراق ما اتدربوا لمصلحتهم ما اتدربوا لمشروعهم تدربوا لمشروع لبناني ولا مرة استخدموا القوات اللبنانية لتنفيذ مشروع العراق بالمنطقة ولا لتنفيذ مشروع إسرائيل بالمنطقة على طول القوات اللبنانية بمراحل متعددة وفينا ناقش قد ما بدك هذه المراحل إذا عن صوابية استخدام السلاح أو لا هذا موضوع آخر ولكن موضوع هوية السلاح لم تكن القوات اللبنانية بأي يوم من الأيام أدات لتنفيذ مشروع خارجي اختيار آخر حرب الإلغاء اتفاق معراب حرب الإلغاء أو اتفاق معراب اتفاق معراب بشقه التصالحي وليس بشقه الرئاسي كل عرف أنه اتفاق معراب هدفه كان شقه الرئاسي ولما تحققت الغاية وين التصالحي صرنا بحرب إلغاء عن جديد بين الإلغاءين إلغاء معراب خلينا نسميه وإلغاء حرب الإلغاء الرئيسيه تنذكر وما تنعاد هيديك يعني بس أنه بأسوأ يعني برجع بإلغاء كي المشكلة وين المشكلة استيستوني اليوم أنه خلصنا من حرب إلغاء عسكرية للقوات اللبنانية علقنا بحرب إلغاء الوطن اليوم الحرب منا حرب إلغاء على القوات اللبنانية بس اليوم اللي عام يعملوا ميشيل عون اليوم هو حرب لإلغاء الوطن إلغاء الجميع وبكل أسف إن القوات اللبنانية عن حسنية عن حسنية أو عن أخطاء بالحسابات أو سمية اللي بدك إيه توقعت بهالفخ ووصلتنا مرة جديدة له ولكنه ليس حرب إلغاء على عهد ميشيل عون؟ ميشو مين بدو يلغيه على إلغاء ومين بالآخر إفشال عهده هو هو الرئيس القوي وهو اللي رد حوق المسيحيين وهو اللي متحالف مع حزب الله وهو القوة الإقليمية والمحور المنتصر مين قدر يلغي والدليل هو اللي عم يلغي كل الناس هو بديلغي سعد الحريري وبدو يلغي طيار المستقبل وبدو يلغي القوات لبنانية وبدو يلغي ولي جملات وبدو يلغي نبيه بري وبدو يلغي كل العالم اختيار آخر فارس سعيد سامير جعجع فارس سعيد عكل حال لأن الدكتور جعجع أعطينا فرسته أعطينا فرسته الدكتور جعجع أخذ فرسته بأنه كان قائد حزب وقائد قوات لبنانية وأخذ خيارات كتير كبيرة بالسياسة ما زبطيت تحديدا بموضوع ميشيل عون وبالتالي بنقي فارس سعيد لسبب آخر إلو علاء أنه هذا الرجل ما جربناه بعد بموضوع الخيار المواجه لميشيل عون وبالتالي خلينا نجربه في موقع المسئولية لا نشوف إذا بينجح ولا بيشان موقع مسئولية حزبية هذه بتقع علي كمان هون شوف شو بيعمل بيأسس حزب بيقود مقاومة سياسية في لقاء سيدة الجبل ما بيأدي رئيس جمهورية مثلا ليش لأ إنه لأ إنه بالمنطق بالمنطق ليش رئيس الجمهورية بدي تكون محصورة باثنين ثلاثة موارنة عطول يعني هدا المنطق كمان ما هاي حروب إلغاء هاي دي كمان يعني مش خلصنا من مش خلصنا من حروب الإلغاء العسكرية تنفوت بحروب بإلغاء وهدي نظرية القوي بطيفته يعني بالآخر وكأنه في ثلاثة أربعة هني إلهم حق يعملوا رؤسة جمهوريات ولا حدا تاني بقى من الشعب الماروني إلو حق يعمل رئيس جمهورية اختيار آخر سامي جميل سامير جعجع كمان بعطي فرصة لسامي جميل سامي أخد فرصة لرئيس حزب كرئيس أكبر حزب بسيحي يعني سامي إلو أربعة خمسة سنين رئيس حزب ماشي بدنا نعطي بدنا نعطي فرصته يعني الدكتور جعجع صار إلو كذا وقت على رأس أكبر حزب كمان عند المسيحيين أو حزب من أكبر حزب المسيحيين وبالتالي من حقنا اليوم نعطي الشباب اللبناني فرصة جديدة طيب إذا شلت سامي جميل حطيت سيتريدة جعجع سامير جعجع مين بتعطيها مضالنا مطرحنا ليش ما بتعطيها فرصة لسيتريدة لا 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 لسبب بسيط يعني بالآخر كمان هي أخدت فرصتها بوين أخدت فرصتها أخدت فرصتها بفترة كتير طويلة يعني بكل أسف من سنة الأربعة وتسعين ويا ريتا ما كانت هذه الفترة أي فرصة هذه كانت ما اختلفنا كلنا كانت المقصة اللي عرقبتنا مش هي واحدة وده هي كان في فرصة وأخدت فرصة من الألفين وخمسة للألفين وواحدة وعشرين شو فرصة نايب شو يعني ما فهمت إنه ما بيقدي سامي جميل نايب خير سعيد نايب أول شي سامي جميل نايب من سنة الألفين وثمانية تسعة من بعد اغتيال خيو ماشي فترة ومش قد فترة اثنان كمان لازم نوصل لمرحلة إنه النواب يعني ما يضلون قاعدين وما يزيحوا يعني زعتينيها فرصة أعلى من نايب بالقرار قدك تورتني أكثر بالوصة لا لا بفضل إنه ما تاخد فرصة أعلى لأنه مطرح ما هي هلقدي بزيادة شو السبب لأنها امرأة لا بالعكس بتقلي عن غير نسوين بقلك ما عندي مشكلة بس إنه ها مثل مين بالنهاية يعني غير نسوين مثل مين ما بار إنه إذا في سيدي بدا إيه سيدي مسيحية لازم تاخد فرصتها في القيادي وألا ياعقبي عن تعد فرصتها في القيادي معندي مشكلة يعني مش قصل مش قصلة٦ رِجال أو مرة عم بحكي بالمبدأ بالنهاية إنو هي وراء استبعادك عن القوات اللبلنانية لا في خيار سياسي يا صديق المشكلة اللي ليش ما بدنا الردة شخصية أنا لم أعد أجد نفسي في سياسة القوات لبنانية إن شخصانته بلد تعطي فرص كل إلا إلا لا لأنه بالسياسي ما زبطت معها بالسياسي ما زبطت معها اختيار آخر جبران بيصير لسليمان فرنجية لأنه رجال وكلمته كلمة لجبران مش رجال يعني خلينا نقول تما نقول كلام ما بيسوى ما بيوقف على كلمته ما عنده مشكل بيقبل بكل شي تيعمل رأي جمهورية بيتحالف مع البدكي وبيقلب مطرح مبدك وبيروح وبيجي بس يعمل رأي جمهورية سليمان فرنجية ضده بالسياسي ضده بالسياسي أكتر ماني ضد جبران بالخيار السياسي ولكن سليمان فرنجية في مكان ما ما ولا مرة من المرات ساوم على انتماءه السياسي وقال بكل صراحة أنا حليف بيت الأسد وأنا حليف حسن نصر الله ومن هون لآخر الدنيا بتجي الرئاسي أهلا وسهلا ما بتجي تصدف على أقل بهيد الناحية أنا عم بتعطى مع إنسان خصم بعرفه هذا الخصم لوين ممكن يوصل بخصومته وسعي استراتيجي للوصول جريمة يعني إذا إنسان عم بيشوف شو الطريقة الأنسب لتحقيق أهدافه بكل جريمة أولا أول شي ما هي شوها أهدافه هون المشكلة بس يصير الهدف السلطة للسلطة بيبطل في هدف السلطة ممكن للتحسين ما عمل لك ما هي السلطة للسلطة مش للتحسين والدليل وصلوا على السلطة شو الفرق إنه هلأ جبران بيصير هيعمل أحسن من عمو تاب بين سامير جعجع لرئاسة الجمهورية بالخط السياسي بالخط السياسي أكيد مع سامير جعجع لرئاسة الجمهورية ولكن بالإداء اللي صار من بعد قصة ميشيل عون لا أنا مني مع سامير جعجع ولا مع السلطة ميفرنجيين لأنه في حدا في حدا يعني لازم نوصل أستاذ ستوني بمرحلة اللي بياخد خيار سياسي وما بيزبط معه على الأقل على الأقل يزيح عن الساحة القيادية لفترة ثلاث أربع سنين يعيد النظر بحساباته بس هدي منطق إنه أنا موجود بموقع القرار بياخد القرار بيطلع غلط بيحض عكسه بيطلع غلط بيحض عكسه بيطلع غلط وببقى أنا وعطول معي حق وعطول زلمي بزقفولي هدي في مشكلة بالبلغ لا عند الكل مش عند لي وقت لا مش عامل لك لا لا السبب ضد الكل بي هاو دي القصة مين بتشوف غير فارس سعيد رئيس مسيحي حيالله ماروني حيالله ماروني ممكن برجع بلك حيالله ماروني حدا مثل حدا مثل مع إنه مش موارني حدا مثل جبران طويني وسامير قصير مسلا ليه ليش لا مين في اليوم على عند الموارني؟ ولو مافي بقى ناس عند الموارني مافي خلينا يعني بالآخر خلينا ما هي مشكلتنا وين إنه وقت اللي منقول مافي ناس ليش مافي ناس؟ تعطي فرصة لسامي جميل يعني الرئيس الموريه؟ ايه طبعا بعطي فرصة ما جربتوا بعد ونعود نجرب أخي ما برجع بلك بعضي فرصة أكيد بعضي فرصة كمين اختيار؟ كمين عام حزب الله؟ الرئيس السوري؟ بنقى الرئيس السوري لسبب بسيط إنه هيدا سوري بعرفوا سوري بتعطى معه إذا بدي نقى حسن نصر الله بتفوض مع الإيران يدغني كل الأشخاص اللي حتى منهم قوات ومعارضة يعني للعهد كلهم لما كانت حطلهم هالاختيار دايماً كانوا يروحوا على إختيار لأنه لبناني عندك أنا دائماً أختار اللبناني على حساب السوري لأ حالك لشي لأنه يبدو يعمل نيب يبدو يعمل وزير يبدو يعمل رئيس أنا بدي عمل شي بحكي الحقيقة كان بديك تعمل نيب وبطل كان بدي أعمل نيب بوقت اللي كنت مفكرا لا لا مش لأنه ما زبطيت لأنه شلت من راسم من سنة العش سنين لأنه بالآخر كنا مفكرين لازم نعمل نواب تنقعد على كراسي قاعدين عليها كياري جميل وكميل شمعون وكمال جنبلاته اللي بدها كيبس وقت اللي صارت كراسي النيابة ما بعرف مين قاعد عليها بفضل انه لا بفضل نقدر نظهر على مطعم نحن وعيالنا بدون ما العالم تسبلنا بفضل انه نطلع على حلق التليفزيون نحكي كلام بدون متحررين من كل القيود السياسية ومن كل المنافع العالم تقلنا يعطيكم العافية من انه نطلع ما عم يطلع غيرنا يعني تختار اذا الرئيس السوري تختار الرئيس السوري لانه سوري وقصمي وعدوي بالمرحلة من المراحل وتفوض معه السيد حسن نصر الله بتفوض مع الايراني تغريبي موضوع اختيار اخر سعد الحريري نواف سلام بالحقيقة نواف سلام بدنا نكون منسجمين مع نفسنا بالقصة ونختار نواف سلام لانه نحنا عم نقول بدنا نغير ولكن بالحقيقة نواف سلام باخر مقابة اللي يطلع فيها على التليفزيون احبطني شوي لانه بالاخر وبرجع بقلك هي المشكلة وين كل انسان يكون في موقع المرشح الى منصب معين مضطر بالليش يساوي انا قريت بعض التعليقات ري المقابة اللي كانت مع زميل كوستانيا البر كوستانيا كان الانتقاد انه ما هاجم حزب الله يعني كلكم كبتكن يا يطلع عن هاجم حزب الله لانه ما هاجم حزب الله ما بدي هاجم بدي يصير هالاشكالية اللي اسمها سلاح حزب الله ويعتبرها جزء من الازمة الاقتصادية وجزء من الازمة اللي عايشينا لانه بده يوصل على السلطة ولانه مرشح لتولي رئاسة الحكومة لانه كل واحد بهايدي موازين القوى اللي موجودة اليوم بده يفوت على السلطة مضطر يعمل ديل وتسوي مع حزب الله عمل اللي عمله وبالتالي لهالسبب انا من تختار ترجع بتسألني لهالسبب برجع اللي بتسألني ليش ما بده ليش بطلت بدك تعمل نايب لانه مضطر اذا بدي اعمل نايب اني سير من تختار لتلك بختار بهدي المرحلة بختار نواف سلام مع كل محبتي للرئيس سعد الحريري لانه جربنا لأ طبع لأ وبعدين ما فينا الناس كلها سوا عم بتقول ما بدنا ساعد الحريري ما بدنا التقم السياسي القديم ما فيه وقف ضد ولادي ما اي مش قادر كمان اختيار ماشي ديا ستريدة جعجع ماي ليه اول شي زميلي لقلنا تاني شي يعني ضحي كان عنده تضحي جسدية كتير كبيرة ثلاثي بحسة اقرب لقلنا كناس عرفت انه يعني من طبقتنا الاجتماعية بتشبهنا عرفت انه منا يعني لش ستريدة ما بتشبهكم لا انه ستريدة انه نحنا في اللحين ناس عاديين عاديتنا موظفين مدارس وكذا يعني هي انه معروفة عائلتها عائلة من بيت طوع عائلة تقليدية كبيرة ببشرة زعامة مهمة تاريخية نحنا شعب عادي يعني ما هي اقرب لي بصراحة بس ما هي اخدت سمير جعج لو هي بتفكر مثل ما انت عم بتقول وكانت راح تفكرت باقطاعي بيشبه اللي انت عم بتقوله ما كانت ايش تاخدت سمير جعج هلا مش مهم واحد ياخد مهم كي بيتصرف بعدين اختيار اخر ثورة 17-20 ثورة 14 ادار او ثورة الارث يعني هني بيكملوا بعضهم ولو انه ثورة 17-20 ما بدأ تعترف بأبوة او ببنوة 14 ادار ولكن انا بعتقد الناس اللي موجودين ب17-20 هني ذاتهم كلهم سوا كانوا ب14 ادار الناس هلا طبعا القيادات السياسية طبعا 14 ادار اصلا 14 هذي اللي شايفوا هذا المنظر ما كان فيه ولا زعيم سياسي من اللي شايفينهم اليوم يعني ما كانوا موجودين بوقت على الساحة الوجوه المتصدرة ثورة 17-20 تشبه الوجوه التي تصدرت ثورة الارث كبرانة 15 سنة هني نفسهم في كتير ناس بيناتهم طبيعة الحال وفي ولادهم تبلا تتهم ثورة 17-20 انها سرقت من الاحزاب والتيارات اليسارية لا لا شو بدك انه اه سرقت انه مش هني مش 17-20 سرقت الاحزاب الاحزاب جربت تسرقها مش الاحزاب من التيارات اليسارية انه تصدرت التيارات اليسارية مشهد ثورة 17-20 لانه اكثر تنظيما اللي خلى العالم حسب ما يعني الناس بتنتقد خلى العالم اللي نزلت بالاول الثورة فلت وقعدت ببيوتها لانه تعبت والناس قعدت ببيوتها لانه جاعت والناس قعدت ببيوتها لانه مرضت عندك مشكلة انت انه تكون وجوه يسارية شيوعية اشتراكية تدير ثورة 17-20 مشكلة لحقلك وين المشكلة اذا كانوا من نوع جورج حاوي وسامير قصير يلي اعادوا النظر وعم بيجربوا يعملوا يسار جديد متجدد اكيد ما عندي مشكلة ولكن اما ان يكون اليسار هو شعار وبعضهم عايشين انه لينين بعده طيب ابو ستليم بعده عايش وبدنا نحيي الاتحاد السوفيتي والاممية وانه يسار يلي هو سرايا المقاومة اكيد ضد ولكن المنطق اليساري بمعنى اليسار الاجتماعي او الناس اللي بده بده عدالة اجتماعية او اللي بدك ياه هدي الديمقراطية الاجتماعية شغلة اساسية ايضا اختيار الجيش السوري منظمة التحرير الفلسطينية من تختار من اختار لشو بلبنان ولا حدا لا لا بلبنان بلاك تختار حدا لا بلبنان ما بختارهم الاقل ضررا عليك لا لا ما فيه كيف ما فيه لا لا ما بقبل بحدا باتنين بلبنان ولا ممكن واتنين انحرابناهم بالاخر اليوم اليوم هناك كمان من يقول ان الجيش السوري دخل الى لبنان بالواقع الحالي بنقي منظمة التحرير الفلسطينية لانه ما بكون عم بفوض الجيش السوري عن جديد على لبنان بكون عم بتعاطى مع مشكلة موجودة وعم بجرب باخلص من موضوع السلاح بهذا الموضوع بين الجيش السوري ومنظمة التحرير اليوم بنقي منظمة التحرير لانه قالت مستعدة تسلم السلاح على الجيش اللبناني وللسلطة اللبنانية ولانه موجودة في لبنان ما بكون عم دخل عنصر جديد هو الجيش السوري عن جديد اختيار اخر مارسال غانم جورج غانم بقى كفوتني بين الخيو خيو جورج جورج عندي تاريخ شغل انا وياه اكتر من مارسال يعني مارسال مش كشغل يعني انت اليوم ما اني ممكن اوقات اوقات منكون اقرب لانه تعرف يعني انا ودول اللي اشتغلنا سواء بالأمي سي وانا وجورج منين بيقنعك اعلميا اكتر جورج او مارسال تبه هني هني اصلا اسكية ونقوا الشباب كل واحد اذا بدك جناح معين ما حدا فات باختصاص التاني جورج راح على الدوكومنتير اكتر وعلى ومارسال راح على على موضوع التوك شو بالمباشر انت جورج اللي بلش بالل بي سي لما فتحت ال بي سي كنا باللبنان الحر قبل باللبنان الحر وبلشت معك مدام ما يمت ما يمت وميش دياء ودول اللي كانوا مراسلات نعم مين بعد اخبار نحنا هوا كنا الاربع هوا الاربع اللي افتتحت اخبار ال ال بي سي اختيار اخر ال بي سي ام تي في من يمثل النبض المسيحي اكثر اليوم اتنين عم بيتصارع وتيمثلوا النبض المسيحي بس واضح انه بموضوع بموضوع محاكاة اذا بدك المنطق السياسي والحزب المسيحي الام تي فيه اقرب للقوات اللبنانية بهذه الفترة من ال ال بي سي بطبيعة الحر انا ما عم نحكي قوة بس هذا اليوم هاي مشكلتك انه ما في مسيحي الا ياعوني ياقوات والباني احنا كلها سوا مش موجودين ما فيه انت عبتقول عم بتحكي الجو المسيحي بالقصة اي يعني الجو المسيحي يعني صنا متل السناء الشيعي يعني هني كان بدون هايك بس ما زبطت معون كل اسف وهذا ما اخدنا عليهم انه المسيحي المسيحي في لبنان شو رأيك بتصريح جبران بسيل مبيرا ما زال عم نحكي عن السناء الشيعي والسناء المسيحي يعني شفنا شامل روكوز نهار السبت شفنا جبران بسيل نهار الاحد يعني هي واحد عم بيذكر بلاد ما بين الصهرين اي لأ واحد عم بيذكر بمحاولة اغتياله من سمير جاجع واليوم التاني شفنا جبران بسيل كمان فند جرائم وتاريخ القوات اللبنانية الدموي بالوقت بالمقابل شفنا القوات اللبنانية كمان عم بترد يعني بعيارات من العيار التقيل على اللي صار يعني بنشوف بالمقابل صنائي شيعي متماسك فارد سلطه على البلد بالمقلب الآخر ناس عم تنبوش تاريخ وقبور بعضها شفت لاش انا شفت قال ليش انا وقفت ضد اتفاق مع راب بشقه اللي له علاقة برئاس الجمهورية لانه بكل بساطة انا كنت من وجهة نظر بتقول افضل للمسيحيين مليون مرة ان يكونوا جبهة تعددية من ان يكونوا صنائية تلغي الآخرين انا وجهة نظري وما حدا يزعل مني انه كان في حرب الغاء بين القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر او العماد عون من سنة 88 فشلت هيد الحرب فشل حدا منهم يلغي الآخر اتفاق مع راب كان هو اتفاق بين اتنين لإلغاء كل الآخرين وبالتالي فشل هيدا الاتفاق فشل هيدا الاتفاق واليوم المسيحيين نتيجة هدا الاتفاق ضعفوا اكتر من قبل يعني لو المسيحيين تركوا العماد عون يوصل وهني كان في معارضة مسيحية فعلية وجدية للعماد عون من حزب الكتائب ومن القوات اللبنانية ومن الشخصيات المستقلة والانتخابات الاخيرة اللي صارت ما نشغل قانون انتخابات وما نشغل تحالفات بشكل تلغي كل الآخرين وتلغي التنوع على الساحة المسيحية لا تقول بالآخر فيه سناء مسيحي عنده هو 54% من النواب ولا ما بعرف شو قديش عددهم واللي بدك كان أفضلنا بكتير واليوم رح تصير أصعب علينا بكتير نرجع نحي التعددين كيف علقت على ما قاله جبران بيسيل قلت أنا بكل أسف انه من بعد ساعتين من وعزة البترك بترك الراعي الله يرحم البترك سفير ويطول عمر بترك الراعي من بعد ساعتين من وعزته يطلع جبران بيسيل يقول أنا بحكم سيد حسن نصر الله هاي دي قمة عصر الحفاظ المسيحي لكل أسف بعد الفاصل ماذا ينتظر الإعلامي نوفى الضو من أسئلة محرجة ومواقف محرجة دائما عبر صوت بيروت انترناشنال البي سي انترناشنال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك ابقوا معنا موقف محرج هذا الاعتداء على السوريين أثناء زهابهم للصفارة للانتخاب ديقني بصراحة راح بيوم من اليوم إيران تقول له خلص دورك وأرفع كانوا خبريننا انه هاوضي لو من حزب الله كانوا احتلوا جوني هاو 300 فاركوش بدون يحتلوا جوني لو ما صار حرب استباقية بسوريا اللي جاب داعش على سوريا هو بشار الأسل يفكوا عن سمانة بلبنان ما بتجي داعش وإذا بدنا نعيش بلبنان بفضل حماية حزب الله بلا هالعيشة قال لي جبران باسيل بس يعيش عنه اهلا بكم من جديد نتابع هذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ نوفالدو ونصل إلى سؤال محرج في السياسة برأيي نوفالدو ما هو الحل برأيك وبالأولويات الذي يمكن أن ينقذ لبنان اليوم يعني اليوم فنطلع من اللي نحن فيه يعني من الجهنم اللي قطعناها كمان شو لازم يصير أولويات برأيك واحد اثنين ثلاث بدك تطرع علي خيارات لا من عندك قبل كل شي تصحيح سياسة لبنان الخارجية وعودة لبنان إلى المشروع العربي وليس والخروج من المشروع الإيراني واحد اثنين تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسيادة لبنان وتحديدا بنزع السلاح غير الشرعي وبس سلطة الشرعية اللبنانية ثلاثة عملية إصلاح سياسي وحزبي واقتصادي وإداري داخلي في لبنان يعني يضعنا على السك الصحيح وأي وحدة بتحطها قبل الثاني ما بتركب موقف محرج الموقف الأول كيف قرأ نوفالدو هذا الاعتداء على السوريين أثناء ذهابهم للصفارة للانتخاب ديقني بصراحة مع أنه السوريين ديقوني بطريقة الاستفزاز تابعون بس كمان طريقة ردة الفعل ديقتني لأنه بكل بساطة كان يفترض يكون في دولة لبنانية هي تضبط الموضوع وهي تنظم الانتقال وهي تعرف إذا هالناس مقيمين بشكل شرعي أو غير شرعي وما تترك هالعالم يستفزوا بهذا الشكل لحتى كل واحد يأخذ حقه بإيده بالنهاية كيف ترد على من قال بوركت أيدي من قام بهذا الاعتداء يعني فيه سياسيين وناشطين قالوا بوركت أيدي ونهار الشباب اللي عملوا بالسورية هيدا الشي لأنه كان يجب أنه يصير هيدا الشي ديقني أنا خلي أسأل السؤال أنه هيدا شو فادنا يعني برجع بقول أنه كنا استفدنا عشر تلاف مرة أكتر عشر تلاف مرة أكتر لو كان في جيش لبناني منتشر على الطرقات مثل ملازم أو حتى ياريت كنا وصلنا لمطرح ما في نزوم لجيش لبناني ينتشر على الطرقات يكون في أمن استباقي يكون في دولة لبنانية هي عارفة أستاذ ستوني بعد هذه القصة يمكن بتصور بجمعة ثانية يمكن بثلاثين الشهر لمر ثلاثين أيار إذا مش خلطان كان في انتخابات للفرنسيين في لبنان شفنا شي فرنسوية عاملين اللي عم يعملون السوريين بالبلد ورحنا على انتخابات كان بكل قضاء في مركز انتخاب للفرنسيين محسنة بالموضوع كنت متأسف يعني بتأسف انه ما كان في دولة لبنانية وهي مش انه مش انه الدولة هون قصرت بهذا الموضوع هذا الموضوع السيادة وقت لنطرح وله هون بيوصل وإذا بدنا نبقى هايك رح نوصل لمرحلة بكل أسف كل إنسان ياخد حق بإيد مغف آخر شو في شي محرج مش شي محرج ولكن انت عم بتقول لما يطلع القرار برأيك لو ما أخذ سمير جعجع هذا القرار كانت انحلت القوات اللبنانية وراح سلاحها انتبه دكتور سمير جعجع يعني اليوم اليوم إذا فرض ما فرض على سمير جعجع على حزب الله ما بدي يسلم سمير جعجع وقت اللي صار فيه خيار اسمه خيار الدولة أخذ خيار الدولة وعمل صح وما كان لازم يعمل غير هيك وكان لازم الغلط مش سمير جعجع سلاحه الغلط حزب الله عم يتسلح من بعد ما سمير جعجع سلاحه والغلط يبقى حزب الله هو اللي مسلح اليوم من بعد ما صار في دولة لبنانية بس المعادلة اللي انت عم تحكيها مش مظبوطة يعني انت المعادلة اللي عم تقول نحنا واسلحاتنا كقوات خدنانية لما اجل القرار انه الدولة تقاف على اجريها تاني نهار ما بقى في مشينا بالقرار مشيتوا بالقرار حزب الله ما بدو يمشي بالقرار بك راح بيجي نهار بيمشي مثل الشاطر كيف بدو يمشي برجاء بالله يعني كيف بدو يمشي راح بيوم من الايام ايران تقول له خلص دورك وارفار خلصت انه استاذ توني هذا اللي مفكر حاله وقادر يمشي يمشي التاريخ بالقلب انه اليوم حزب الله اللي عم يطرح وشو تسقط امريكا والنظام العالمي ويصير فيه نظام الجمهورية الاسلامية والحرس الثوري حكمين العالم اذا لهون بدنا نوصل خلص لا يحكموا العالم وصح تاني عقلبه بس انا برأيي انه لا اللي راح ينتصر هو منطق العالمي منطق الناس المنفتحة على بعضها منطق التنمية الاقتصادية سياسة الحرس الثوري الايراني هي اللي راح تربح على مستوى العالم كمان موقف اخر كيف 300 فاركوش يعني اللي احتل العراق واللي احتل تربع سوريا هون 300 واحد كانوا هنه 300 واحد هنه هنه بحكيني بس ما امتدادون لوين هون لو ما صار حرب استباقية بسوريا 300 كانوا صاروا 300 ألف عم نحكي شي محرج ولا شي بدحك لا شي محرج اذا شي محرج هذا ما بيحرجنا ولا شوي بس هيدا اللي عم بينقال انه داعش كانت فاتت على لبنان وداعش اول شي اللي جاب داعش على سوريا هو بشار الاسد واللي جاب داعش على العراق هو ايران وبالتالي يفكوا عن سمانة بلبنان ما بتجي داعش هن اللي ضهرون من الحبوس وهن اللي صلحون وهن اللي هربوا وتركولهم المصاري بالمليارات بالبنوك بفروع البنوك المركزية بالعراق وهن اللي ضهرون من من سجون بشار الاسد وكل عالم تعرف هيدا الموضوع ما بدأتنان يحكوا فيها بالتالي يجوا يخبرونا انه هود يا دلي ويتعطير المسيحيين وما بعرشوا قصص وخبريات يعني ما نرجع نضطر بعدك مفرجينا قبل شوية صورة شباب ع نهر الكلب عم بيكسروا ويخبطوا قلنا يا عم يا شباب الدولة اللبنانية بتحميكم انه بس بالآخر بيضلون يضايقوا القصص عرقبتنا ما حدا رحيسكوت على الموضوع لا ومش ناطرين حزب الله يجي يدفع عنا لا أكيد لا ولا بدنا يدفع عنا وما شغلته وإذا بدنا نعيش بلبنان بفضل حماية حزب الله بلا هالعيشة خلي جبران باسيل بس يعيش عنده نحنا ما بدنا نعيش عنده كمان موقف آخر إلنا من سنة 2005 من وقت الاتفاق الرباعي لليوم بنظرية أنه تنحافظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بالبلد روحوا تنازلوا لحزب الله عملنا الحلف الرباعي وعملنا اتفاق الدوحة وقبلنا بالأمصان السود وعملنا تسوية لألفين وستعاش وعملنا أنول الانتخابات وعملنا وعملنا تحت ستار هلأ مش وقت المواجهة بدنا نحافظ على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي برأيك لو بلشنا نواجه حزب الله من الألفين وخمسة لليوم كان رأى عنا ضرر قد اللي رأى بخمس ثواني بأربع قاب كان فيك تواجه؟ أكيد كان فيك تواجه مشكلتك كانت مش بالإمكانية مشكلتك بالأناعة والقرار يعني اليوم لو بدك تواجه حزب الله فيك تواجهه اليوم وقبل هلأ هلأ فيك تقوله ما بدي يكون شريك معك روح وقوم البلد لوحدك وإذا قادر ساحتانع قلبك حزب الله أثبت من سنة الألفين وخمسة إنه قادر يدمر ويخرب ويعطل بس مش قادر يحكم ويدير قادر يسرع لماذا ربطت مواجهة حزب الله بانفجار المرفق؟ لا أنا عم بقول يعني لو وجهنا حزب الله ما كنا دفعنا ثمن المرفق ما قلت هلأدي وبس إنه ما أني هربان من قصة ربط المرفق بحزب الله بس إنه عمليا برجع بلك إنه نحن عطيت مثل صغير إنه بخمس ثواني انفجار روح ضحايا بالبلد ودمر نص بيروت أكيد لو وجهنا حزب الله من وقت لها هلأ كان صار عنا دولة وما كان صار اللي صار بالمرفق بمعزل إذا حزب الله جايبون ونفجرون ولا لا بس بالمطلع بالمطلع لو ما حزب الله مانع قيام دولة أكيد ما كان ببور بيروت فالت مثل منه فالت هيك لو وصل لفاتت البضاعة اللي فاتت عليها وتفجرت بالطريقة اللي تفجرت كمان موقف يقوم به جبران بسيل هو فساد على مستوى الهوية اللبنانية وعلى مستوى تاريخ لبنان وعلى مستوى حضارة لبنان وثقافة لبنان وشعب لبنان يعني لا هذا لا هذه المقابلة التلفزيونية ولا من قبلها المؤتمر الصحفي ولا عشرات الإطلالات الإعلامية يمكن أن يعني أن ينجح من خلالها جبران بسيل في إقناع اللبنانيين بالفبركات التي قام بها أنت برأيك من بعد المقابلة اللي عملها جبران بسيل أو من بعد المؤتمر الصحفي اللي عمله جبران بسيل وحكم فيه السيد حسن نصر الله هذا مش قمة الفساد السياسي بالبلد إنك تتخلى عن دستور وتحكم فريق سياسي يملك السلاح بإنه يحكم كيف تشكل الحكومي في لبنان شو بعد فيه فساد أكتر من هيك إذا منحكي عن الفساد السياسي ليش قريتا بهذا الشكل ما بشو بدي أراها غير هيك زلمي مفترض يكون فيه دستور بلبنان وإذا بدي أرجع لمرجعية غير دستورية بطرك لموارني اللي مفترض هو بده يرد حق المسيحيين جبران بسيل قبل بساعتين كان عم بيقول ما عنا مشكلة صلاحيات عنا مشكلة مسئوليات ما عم تتحملوها بيطلع بجبران بسيل بعد ساعتين اللي بيرد قوة المسيحيين بيقول أنا بحكم السيد حسن نصر الله إلا إيه لحل بموضوع الحكومة ترك ترك مرجعيته الدينية إذا بدنا نحكي دينيا وترك مرجعيته الدستورية إذا بدنا نحكي دستوريا شو بعد فيه فساد أكتر من هيك بالبلد بالسياسة مش مش عم بيطلب من حزب الله إنه هو يحافظ على الدستور هو هيك قال إذا قال هيك ما بيمضي هو يا اتفاقية مر مخايل طيب يسلاحه الدستور مش بس كي بشكل حكومة الدستور كيف رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة داخل كو جبران بسيلي طمح يعمل رئيس جمهورية من كل عقله باللي عم يعمل هو إنه بده يصير اليوم هو رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني بيعطي أوامر لحزب الله بهذا المنطق الانبطاحي اللي عم يشتغل فيه كمان موقف إذا كان نصر الله قادرا على أن يأتي بالبنزين إلى مرفق بيروت غصبا عن الدولة اللبنانية هذا الموضوع يعيد فتح من أتى بالأمونيوم نيترات الأمونيوم إلى مرفق بيروت يعني موضوع خطير جدا تحدث وكأنه قادر على أن يفعل ما يريد وهو بالفعل قادر على أن يفعل ما يريد وأن يدخل ما يريد إلى الدولة اللبنانية وهذا دليل على أنه يسيطر على مفاصل الدولة وأنه يخدع الدولة لا ديما تأخذوا الشيء الإيجابي بتجيروه بحربكم على حزب الله يعني زلمي عم بيقلك أنه أنتوا ما عم تقدروا تأمنوا بنزين دولة فيسدي ما عم تقدروا تأمنوا بنزين عم تقولوا ما في دولارات تنجيب بنزين أنا رح جاب لكم بنزين من إيران وبالعملة اللبنانية وسترجوا قلولي لا لأنكم فيسدين بتكون تقرطوا أنتوا المصريات ما رح خليكم ليش ما بفهمتوا هيك تفهمتوا غري أنه هو الجاب الأمونيوم لح لك شغلتان أنا ما قلت هو جاب الأمونيوم أنا قلت أنه هذا أكبر دليل أنه قادر يفوت اللي بده إياه على مرفق بيروت اثنان ومش معناته أني عبره من موضوع الأمونيوم بس تحديدا باللي قلته اثنان هو قال بدي جيب بدي جيب بنزين بالعملة اللبنانية السؤال بده يجيب بنزين بالعملة اللبنانية على سعر دولار ألف وخمسة ولا على سعر دولار السوق إذا سعر دولار ألف وخمسة ما يضحكوا علينا ما حدا رح يعملها وإذا على سعر دولار السوق ما في لزوم يجيب من إيران بيرفعوا الدعم بيصير حق قبل لبناني قد ما حق قبل يدفعوا لإيران كل بساطة هيك هينة هي المشكلة إنه زلم يشاطر بالبروباجندا والمشكلة الأكبر إنه نحنا ناس إعلاميين نعرف شو يعني دعاية سياسية ونعرف شو يعني كيف مخاطبة الجمهور ونعرف كيف يعني منحكي مع الرأي العام ونعرف كيف يعني من دغضغ مشاعر الرأي العام ونبين إنه قادرين نلاقي حلول بس إنه بالآخر إذا الحل إنك تدفع حق تنكة البنزين على اللبناني بسعر الدولار القائم هذا يعني بكل بساطة إنه رح ياخدوا الليرا اللبنانية الإيرانيين ويشتروا منها بالسوق اللبناني لأنه الليرا اللبنانية ما تنصرف اليوم إلا بالسوق اللبناني حدا بيسفيك تستعملها بشي دولة من العالم بدون يجيبوها على لبنان شو بدون يعملوا فيها في لبنان يا بدون يعطوها لحزب الله يا بدون يشتروا فيها دولارات يطلعوها لبرا هذا بكل بساطة إنه لا يخبر العالم اخبار ونقلهم والله اللي عم بيقولوا شغلي منيحة وقت لهي شايفينها هيك هلأ إذا غير شي هو معرف فهمنا إيه ما عنا مشكلة نفهم الأستاذنا فضاء وشكرا لك على هذه الحلقة وشكرا على كل ما ورد في هذه الحلقة وأذكر إنه على مسؤوليتك الشخصية أيضا مشاهدين شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله في حلقات مقبلة تصبحون على خير اشتركوا في القناة